بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورد عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما نزلت هذه الآية المباركة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا قال الناس يا رسول الله كيف نقي أنفسنا وأهلينا قال اعملوا الخير وَذَكِّرُوا بِهِ أَهْلِيكُمْ وَذَكِّرُوا بِهِ أَهْلِيكُمْ فَأَدِّبُوهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ قاعدة تربوية موجزة مختصرة لكنها كبيرة من حيث الأهمية وقوية من حيث الأثر ما هو المنهج العملي الناجح في المقام التربوي لو أراد أحد أن يربي أي أحد لأن هذه الآية وإن إشارت إلى الأهل لكن من باب الغالب من باب أجل المصاديق لو أن أحداً أراد أن يربي ولداً بنتاً أخاً أختاً تلميذاً موظفاً أو مجتمع حريض إذا إنسان يريد أن يربي مجتمعاً بأكمله ما هو المنهج العملي الصحيح الذي يكون من حيث الكيفية قوي ومن حيث الأثر شديد ما هو أن يتكلم الإنسان لا شك بأن الموعظ لها أثر وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا ابني لا تشرك بالله الموعظة في حد نفسها لها أثر لكن كي تكون الموعظة لها أثر في شرط في شرط الآيات المباركة في سورة لقمان في البداية ذكرت الشرط لكن لا على نحو الشرط ولقد آتينا لقمان الحكمة لقمان بالغ درجة عالية من الكمال آن آن إذن موعظته كلامه يكون له أثر وإلا موعظة من غير حكمة من غير كمال لا يكون لها أثر الكل يتكلم لكن من الذي يكون كلامه أو قع الذي ينطوي على ذلك الشرط مع العلم أن الموعظة ليس من الضرورة أن تكون كلمة تقال باللسان يمكن أن تكون كذلك ويمكن أن تكون عبر سلوك معين موقف معين يتخذه الإنسان موقف عملي برنامج سلوك يقوم به الإنسان يعد موعظة الموعظة لا يشترط فيها كلمات وألفاظ يتلفظ بها تصدر من الفم وإنما قد تكون مجموعة من السلوكيات العملية يقوم بها الإنسان فعلى كل حال الموعظة اللي من أجل مصادقها الكلمات التي تصدر لوحدها غير كافية لا بد من توفر شروط الرواية هنا ذكرت الشرط الآية ذكرته في البداية ولقد آتينا لقمان الحكمة بعدين قالت وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه الآيات في البداية بيّنت لنا الكمال عند لقمان ثم بيّنت لنا بعد ذلك المواعظ التي قالها لابنه ما فصلت بين الأمرين ليه مو من البداية قالت الآية المباركة وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه وإنما قالت في البداية ولقد آتينا لقمان الحكمة بعدين واذ قال لقمان الابنهي وهو يعظه الحكيم الذي اوتي الحكمة هو الذي صدرت منه المواعظ هنا مختصرا في الرواية هذه كيف تكون يعني ما هو المنهج العملي التربوي الذي يكون من حيث الحجم قويا ويكون من حيث الاثر شديدا ملخص عبارة بسيطة الاول ان الانسان الواعظ المربي داخل بيته لمجتمع عريض لحضارة باكملها لمؤسسة لشركة مثلا يعني لطلاب في مدرسة لموظفين في مؤسسة او دائرة كيف يكون اولا ان يطبق المعاني التي يريد ان يعظ بها الاخرين على نفسه بس اواحد اثنين اثنين شوف الرواية ماذا تقول لا يفرضها عليهم فرضا اولا هو يطبقها تطبيق عملي بحيث يرى امام الناس انه طبق ذلك وكذلك جعلناكم امة وسطة لتكونوا شهداء مشهودين تروا اذا كنتم شهداء يراكم الناس يروا اخلاقكم يروا تواضعكم يروا التزامكم بالقانون يروا مستواكم العلمي يروا مواقفكم الحميدة هذا بحد ذاته يكون له اثار على الطرف على على الطرف المقابل هنا ايضا الرواية تقول العاملة تكون اولا بان تتجلى القيم في ذات الانسان بحيث ترى الناس يروا فيه انه كريم يروا فيه انه حكيم يروا فيه انه عالم يروا فيه انه متواضع يروا فيه انه حليم يروا فيه انه منضابط وملتزم يروا فيه انه محافظ على قيم الدين على القيم الانسانية بعدين ماذا يفعل لا يفرضها عليهم فرضا لا وانما فقط يذكرهم بها بث ولا تستعجل التربية لا تأخذ بالعجلة مو بين عشية وضحاها القيم التربوية تتجلى وتتجذر في حياة الانسان المربى لا يحتاج الى زمن شوف الرواية ماذا تقول واختم بها الاول لما نزلت هذه الاية المباركة يا ايها الذين امنوا قو انفسكم واهلكم نارا قال الناس الرواية عن المام الصادق صلى الله عليه واتي بها لمناسبة شهادة مولانا ابي عبد الله الامام جعفار الصادق عليه الصلاة والسلام قال الناس يا رسول الله كيف نقي انفسنا واهلينا شلون قال اعملوا الخير انت اعمل بس لا تفرضه بالفرض اعملوا حافظ على الصلوات في اوقاتها ادعم الخير صل الارحام ادعم الخير بر والديك ادعم الخير كن سخيا كريما ادعم الخير كن متواضعا حليما هدعم الخير كن منضبطا في مواعيدك في القوانين والالزامات الخاصة والعامة وكل هذا خلي يرى امام امام من تربي امام الاولاد امام التلاميذ امام المجتمع قال يشوفهم فيك هذه الصفات بعدين يقول الامام اعملوا الخير هذا واحد اثنين وذكروا به اهليكم ذكرهم به قل لهم يا اولادي ترى المحافظة على الصلاة في اوقاتها شيء مهم بس ما تفرضه فرض قل لهم ان صلة الارحام شيء مهم لابد ان يروق تصل الارحام ثم تقول مهم تذكر بتلك القيم هذا كاف في ترسيخ قيم السماء في نفسية وسلوكية الجيل المربى يقول الامام اعملوا الخير وذكروا به اهليكم بس تذكير فادبوهم على طاعة الله بهالشكل يتأدب الانسان على طاعة الله هذا هو المنهج للآيات المباركة في سورة لقمان رسمته لنا ايضا واكدت عليه ايضا الآية من سورة البقرة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المتمسكين به والمطبقين له انه ولي التوفيق وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة